نعطيك هذا التدريب الإعرابي أعرب ما تحته خط نزل المطر ركعتين من الصلاة وذهبت نحو المسجد هو يريد الكلمات التي تحتها خط ولكن عندما تريد أن تعرب كلمات تحتها خط عليك أن تركز فيما قبلها نزل هنا فعل ماضي مبني على الفتح والمطر فاعل مرفوع بالضمة وركعتين هذه الكلمات تدل على الزمان ومدة نزول المطر وزمن نزول المطر وهنا يقول ركعتين من الصلاة وركعتين ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه لياء أنا أريدك أن تتنبأ إلى هذه وعلامة نصبه لياء لماذا منصب لياء لأنه مثنى ونزيدك علما وإضافة أن ركعتين هنا نائب عن ظرف الزمان وهنا محذوف نزل المطر مدة ركعتين من الصلاة فحذف الظرف الزمان ونابى عنه عدده وذهبت نحو المسجد ذهب فعل ماضي مبني على السكون والتالفاعل ونحو هنا نلاحظ مكان باتجاه جهة فنحو ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف نحو وأضيف إلى ما بعده المسجد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وتستطيع الآن أن تعرب ظرف الزمان أو ظرف المكان في أي جملة وردت